لما سعر الجيلي يوصل للمرحلة دي بقى حرام ان احنا نشتريه وتعالى اقولك سر صنعة الجيلي في البيت يعني هنعمل جيلي من غير جيلي عملت ثلاث طبقات وثلاث أصناف من الجيلي من غير مشتري ولا باك واحد بس من الجيلي تعالى شوفي الطريقة وما تنسيش مطابعة لو لسه أول مرة بتشوفيني حضرت البولة وهحط فيها أربع معارق كبار من السكر معلقتين اثنين من الجيلاتين النباتي البودر وبيتباع عند أي عطور هعمل نكهة المشمش فهستخدم نكهة المشمش ولون غذائي أصفر هحط من كل حاجة فيهم ثلاث نقطة هنزل عليهم بكباية من المياه السخنة وابتدي أقلب كويس جدا هنضيف عليهم كباية من المياه البردة وأكمل تقليب وبعد كده اخد الخليط بتاعي ده كله وأصفيه كويس جدا عشان لو فيه أي شوائب تتصفى معي هجيب الموز طبعا عاملين جيلي بيكون حلو جدا بلموز هحط قطع الموز كده في الكسات واصب عليهم أول نكهة اللي هي كانت بلمش مش هقرر الموضوع دوت أربع معالق كبار من السكر معلقتين من الجيلاتين النباتي أنا هنا هعمل نكهة الطفاح استخدم تلون غذائي أقدر وكمان نكهة الطفاح من كل حاجة فيهم هحط ثلاث نقطة وحضب عليهم كباية من المياه السخنة وبعد كده أقلب وضيف كباية مياه بردة واصف فيه وبعد كده أصبه على الطبقة الأولانية بعد ما تتماسك كويس جدا لو عادت تتعلمي إزاي تعملي الوصفات الجهزة زي الجيلي اللي أنا عملته معاكم ده تعملي كل الحاجات الجهزة في البيت فأنا جايب لك لينك تطبيق حلو جدا هسيب لك اللينك بتاعه في البايو كمان فأول تعليق تقدر تروحوا على لينك التطبيق ده وتضغطوا عليه وتحملوه والتطبيق مجاني هيشتغل معيك من غير نت وحتستفيد منه كتير وحتعملي كل الوصفات الجهزة في البيت عملت الطبقة الثالثة كانت بناكية الفراولة استخدمت لها برضو أربع معلق سكر معلقتين من الجيلاتين تلاتة نقاط من النون غذائي الأحمر وتلاتة نقاط من ناكية الفراولة وصبتهم بقى بعد ما يتمسك ودخلتهم الفريزر كانت عموم حلو جدا جربوا